أستاذ مهر فرغالي أستاذ مهر هل صحيح ما يحاول الإخوان طول الوقت إشاعته بل وأحيانا ترسيخه في الأزهان أنه إحنا جماعة تعمل بالسياسة فقط ولا علاقة لنا بأي عنف وأنه ما لثق بنا من عنف سواء إذا كان أيام البنة وتأسيس الجناح الخاص أو التنظيم الخاص أو من وجهة نظرهم بأدوه ما لثق بنا في تنظيم 65 إنما هو كان محض عداء من السلطة فإما القصر أو جمال عبد الناصر وإنه إحنا من وقتها ملناش أي علاقة من عنف لا من قريب ولا من بعيد وإحنا مش مسؤولين لا عن داعش ولا عن القاعدة ولا عن أي تنظيمات ولا أي حاجة بص سيادتك أولا عشانتوا ذكرتوا مسلسة الاختيار عارف أنا معترض على المسلسة الاختيار في حاجة بسيطة جدا هي مرسي مرسي الشخصية اللي طلع بيها مرسي إنه طلع طيب هذا كده وراجل مش كده شخصيته اللي احنا نعرفها عمليا واللي احنا شفناها فيه لا ده كان راجل شديد جدا وراجل صعب جدا ويصر على رأيه جدا وديكتاتور جدا وكل شيء أنا أظن إن ده نبل الصماع والله العظيم ونبل الدولة في ذلك لأنه توفى فهو عند رب كريم ده نبل ده صح ده تفسير هذا المسلسل اللي هو توسيقي أكتر منه درامي جاء فيه قالب درامي وسق ده توسيق صح أشياء وقعت عمليا وحقيقيا وكلنا عصرناه كلنا شفناه عارف ليه ليه الأجيال اللي جاي طيب من ناحية العنف بقى ومن ناحية السرديات الإخوانية لازم نفهم حاجة مهمة جدا في جماعة الإخوان المسلمين جماعة الإخوان المسلمين ليست تنظيما واحدا تنظيم وتنظيم موازي هم هم بيلعبوا على ده طوال الوقت تنظيم الرئيس المركزي اللي هو بيبدو في صورة الحملان الوديع عبراهيم مونير ومجلس العموم حد الردة مش عندنا احنا مش عادي الخمور نسمح بيها لو احنا مش الكلام ده كل هذا الخطاب اللي هو بيجي بصورة حدثية أما التنظيم اللي هو الموازي ده تنظيم تاني خالص التنظيم اللي هو الحقيقي اللي انت مش شايفه أقولك إزاي جمعيات تنظيمات مسلحة إرهابية بأسماء غير اسم الإخوان المسلمين بيت المقدس وغير مش عارف مين ويربطوه يا أخي باسم المقدس أخي ببالك ويجي لك بقى لهي الشركات وسائل إعلامية دعائية بأسماء مستعارة كثيرة جدا وخطاب مزدوك طوال الوقت داخل غير الخارج خطاب للأعضاء بتاعتهم غير خطاب للناس للمواطنين هو طوال الوقت الإخوان دي لما تيجي تحسبه يقولك مش إحنا والله حسب حسب دي بتقول دي حسب سواعد مصر دي حركة تابعة ماناش علاقة بيها دي اسمها سواعد مصر ما لها وما الإخوان وهم إخوان مسلمين من عمق الإخوان المسلمين وفي قلب الإخوان المسلمين فالإخوان المسلمين عشان تيجي تثبت احنا هنزبت المثبت ما هي مثبتة في تاريخهم هو كل العنف المؤدلج اللي هم عملوه من أيام حسن البنة مش محتاج إثبات يا جماعة هو من اللي أقو اللي عمل التنظيم الخاص مش حسن البنة في 37 وبدأنا بقى قصة السياسة والنظام الخاص طيب عبد الرحمن السندي ده إيه وانت مش كان في الإخوان طيب الراجل لما موت زميله السيد فايزمن اللي هو عبد الرحمن مش إخوان الاتنين إخوان طيب أيام الهضيبي مش النظام الخاص اقتحن مكتب الإرشاد بس بالأسلحة بس سلاحة مش اختالوا للقراشي مش اختالوا للخازندار العربية تجيب بديه من خيال الدولة المصرية والخطط اللي فيها ومصطفى مشهور والمجموعة دي بعد كده التنظيم 65 اللي كان يفجر الأناطر الخيرية يا راجل ده ده اعترافات بخطيتهم هم نفسهم في كتبهم من محاولة تفجير الأناطر الخيرية لمحاولة ضرب المحطة بتاعة رفع الميا في غرب سينة النهاردة حاجة غريبة هي نفس الطريقة ونفس النسق نفس الطريقة ونفس النسق هو هم حاجة أضرب الدولة طالما الدولة دي أنا لا أحكمها أنا أدمرها لا تسوي شيء عندي جناح بعوضة الدولة مفيش حاسمها دولة ولا يعترف بالدولة للدولة اللي حكومها بس ده نهج إخواني تاريخي طوال الوقت أجي بعد كده للتنظمات الشريكة هو شكر مصطفى طلع منين مش من قلب الإخوان هو سبب اللدن منين مش بايع الإخوان هو ظاهري مش كان إخوان جماعة حتى البغدادي حتى البغدادي كان إخوان والقرضاء وقال كده وإحنا اللي قلنا أول أنتوا اللي بتقولوا في كتبكم وفي كلامكم مجد شلش إحنا اللي قلنا له يقول إن حسم تابع الإخوان ما الفيديو موجود على يوتوب ومجد شلش ده فيه ومجد شلش ده مش طلع هرمان لبرا مصر وطلع عمل فيديو وقال له ده مجموعات محمد كمال إحنا اللي عملناها وسمناها اللجان النوعية شوفي يا أخي البراعة في الاسمه اللجان النوعية مش يقولك الجناح العسكري حتى نوعية يعني نوعية وانتوا مش قلته هو بديع ده مش هو اللي قال مدون الرصاص فهوة سلمية يعني كسر احرق المحاولات الكهرباء ضمر حاصر مدينة الانتاج الإعلامي اضرب الإعلاميين اضرب مش عارف مين ده سلمية يا سلام أول مرة يقولك السلمية المبدعة يا سلام ليهم تعبدات يا أخي الجدعان دول سلمية مبدعة نكسروا حتى سلميات الجديدة سلميات الجديدة واخي بالك وبعدين يطلعوننا باللجان النوعية دي فتب كان عشرين لجنة نوعية مقاومة الشعبية العقاب السوري ولازم نحطها في السورة خلي بالك للثورة دي الظلمة قوي والعقاب السورة والمقاومة الشعبية حسم لواء السورة ولوااء السورة دي للقضاء بس أنا اختلل للقضاء بس ده بتاع القضاء حسم دي اه للشرطة واخbreat بالك الشرطة ورجال الجيش انتم تضربوا شرطة ورجال جيش عشان كده نوعية نوعية اللي كل لجنة فيهم استهدافات استهدافات معينة وبعدين يطلعوا لك كتاب بقى العقاب السورة صنعوا لك كتاب كده فقه المقاومة الشعبية يا سلام الشعب هو اللي يقاوم ويحطولك في حاجات يا أخي من يجبوها لك من بطون الكتب كده ما أنزل الله بها من السلطان حاجات فتاوى في زمن معين في زمن التطار يقولك دفع الصائل بس الشرطة دي صائل ومين بقى يقولك علماء الكنانة علماء الكنانة يدول مين بقى حط بقى مية وخمسين واحد على رأسهم يوسف القرباء حط بقى تحتيه والريسوني ومش مش عارف مين ومين ومين تحته كله ده قايمة أقولك هم دول اللي قفتوا بالفاتوى دي عشان الناس يشرعينوا العنف وتيجي تقوله انتوا اللي عاملين كده أقولك مش احنا ده علماء كانانة احنا مننا احنا جبناها هم اللي قالوا مش الاخوان مش الجماعة دول مش الجماعة دول